أنت إيه؟ هقول أنا ما بحبش زيه أنتوا قفين كده لي زي خالي مات لا أبداً كتنادة بس راح تسلم على الأصحابة فنحن نستنيه طيب يلا قوم ناكل عشان جعان لعن تاني أنا ما بحبش هاكله وأنا بشر ده أنت تشيرك دي كتير أصلاً كفاية كده فيه إيه وأنا عمري قلتلك أنت بتشرب قد إيه؟ انت تتكلمي معايا كده لي أصلاً أنا بتكلم معايا دي أنت لكل حاجة بقيت متوتر منها كده شربي انت عملك تشرب من السفر شربي براحتي هي إيه؟ مش عهد مالك كريم شربي براحتي دي اسمت شكلها متدايق من زياد قوي لا هي بس تلاقيها القانع عليه شوية أنا بعرف سيطة ما تكون متدايق من الرجل اللي معاها بصراحة منضحة الرجل اللي بيشرب ويقفر ده بيبقى شكله مش حلو خالص اللي مش قد الشربه ما يشربش هو بس زياد خمرة وحشة يعني ايه؟ يعني لما بيشرب بيخرب اه كريم هو انا ممكن اسألك سؤال لما توزي تسألي اسأليه على طول هو انت ليه بتخرج معي او ليه بتعرفني اصلا بتعني فجأة كده لا مش فجأة بس انا بصراحة بحس ان انت مش انترستد فيه اصلا وفي نفس الوقت لقيك بتكلمني وعايز تخرج معي ولما بخرج معاك بيبقى بجر منك الكلام كلمة كلمة انا ما بقيتش فهمه هو انت عايز ايه؟ نادي احنا لسه بنتعرف على بعض وهنغط بقى انتعرف على بعض الحد امتا انت عايز ترافي مشكلتي معاكي ان انت مستعجلة عايزة تجري في العلاقة طب ليه ما نمشيش واحدة واحدة مرحلة مرحلة ويا ترا بقى احنا في مرحلة ايه دلوقتي انا في مرحلة اعجاب انا اي لاكيو وبتالي انتو لايكي سه لا اتكلم عن نفسك انت عدت معي مرحلة الاعجاب يا كريم بس تمام بعد بقى مرحلة الاعجاب ما تخلص هنخش بقى في مرحلة تعليل بيت ها ونقعد بقى نحب بعض شويتين براحتنا شهره والتاني وتيجي تقولي زهقت باي باي تمام؟ انا ماشى كده مع المراحل بتاعتك صح؟ واو ده انت روحتي بخيالك لشهور قدامي نادا انا بحب عايش اللحظة بمحزاتها بحبش هسبق معرفش ايه اللي جاي ممكن اللي جاي يبقى حب ممكن يبقى جواز ممكن لا مو نوز ماشى كريم انا اهدى على نفسي شوية وهدي فرصة لعلاقتنا انها تتطور مرحلة مرحلة زي ما انت عايز بس ياريت ياريت ما كنش مجرد تسلية زيد لو صحت قدلك مئة مرة بتشربش تجار في القودة اللي بنام فيها معلش يا حبابة تميش هموت ممرة طب معلش هتفيها لا انا مش هتفيها بقولك يا خيف من الطريقة اللي بتتكلمي بها دي عشان مش عالباني طريقة ايه؟ بتتكلمي بطريقة اجراسف وبتكلمك وبتكلميني وانت مش بصالي لغير كمان انت بتزوق ايدي وانا بكلمك وبتتريع على لبسي كمان فيه مالك وانت اتطلعت كسين اللي شربتهم علي وانتش فينا بتطوح قدامك لا بس كنت بتطوح هناك ورجعت في وسط الناس وخليت شكلنا زي الزفت ويه المشكلة لما رجع يعني معادي تتعبت شوية عادي يعني لما انت معاديتك حسيسة كده بتشرب قوي كده ليه؟ وضع انك في حاجة في الاكل وفي الدرنك نفسه والله انا وكريم ونادى وكيين من نفس الاكل وشربين من نفس الشرب وضع ان انت اللي بتحب تزود هاوي طب اقولك ايه؟ بتخليك في حالك لا بجد خليك في حالك بقى خش يا نام وتقرف اشتركوا في القناة هلو؟ ده كيمو انت صحي؟ اه لسه داخل البيت دلوقتي انت كويس؟ بيعنا تمام بس مخنو شوية انت عاد لوحدك صح؟ ايه يا عم طيب انا هجيل اتععد معك شوية تعالى مستنيك يلا ماشي حبيبي سلام وحاجات كتير بقى شبه دي كل شوية انتقاد وكل شوية اعتراض ومش عاجبها حاجة تعرف ان انا محبش حد اتكلم معي ولا يفتح بوقه معي يعني مثلا انا النهاردة غسلتني مقسملك بالله غسلتني عشان هيشافها ان البلوفر موبر وقديم طيب بزمتك البلوفر ده وحش هو ده متقيم بصراحة ده يا رجل ايه يا زياد انا فاجر البلوفر ده من قبل اما اطلع انا اصلا ابو ظهب طيب ايه المشكلة مادام البلوفر شغال وكواس وشكل حلو ايه المشكلة لما يلبسه يعني يا عم حتى لو قديم عادي المشكلة مش في كده جمان طرقتها معايا يا كريم مش طرقت واحدة بتحب جزها وخايف عليك اعطول الكلمة بالكلمة والرد بالرد وبتعنت في اي حاجة حتى النهاردة لما بطني وجعتني وحسيت ان انا عايز ارجع المفروض انها لقف عانيها نظرة واحدة خايفة علي جزها بتحبه لأ ده ايد في عانيها كان نظرة غريبة قرفانة مني وشمق زيز ده القرف اللي انا عايش فيه ده ما انت المفروض برضو يتكلمها في الحاجات دي ما تخليش الحاجات دي تتراكم بقولك ايه ايه انا هيراوب اجيب حاجة انها نقف فيها ايش بقيت حاجة نشربها كمان اه ايش 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 لا.. تلاقيها أصلا ما تعرفش إن أنا مش البيت مم.. فهمت فهمت إيه؟ لا أصلا أنت برضو وزيزو بتعمل حاجات غريبة يعني بتنزل من البيت ساعة تلاتة ونص الصبح ومراتك ما تعرفش أنت فين ما أنت بتحبها؟ بص يا كريم أنا عدت سنة ونص يا رائب مراتي من بعين غير ما تحس بأي حاجة يعني كنت بشوفها مثلا بتحب إيه؟ بتقرأ إيه؟ بتتكلم إزاي؟ بتصرف إزاي؟ بتتكلم مع الناس بأني طريقة لحد ما حسيت إن أنا بحبها وفي اليوم اللي حسيت فيه إنها لما بتغيب عن الشركة بيبقى يوم سود على دماغي قلت خلاص أنا لازم أخد خطوة ما كنتش خايف بقى إن حد يجي تقدمناها في السنة ونص دول؟ لا كنت خايف طبعا ما خايف قوي كمان بس كنت خايف أكتر إن أنا اتجوزة وأنا مش واصل كن أنا بحبها عشان كده أول ما حسيت إن أنا بحبها خدت الخطوة على طول وتقليل أنت خلصنا كل حاجة في شهر تعرف خطوة بقى؟ ها طبعا لا إلا نمار ملوطا انا ابتديت احس اني مش بحب جوزي اي رأيكم اطلب الطلاقة من وقت ما اتجوزت حاولت احب جوزي بس مش عارفة لحد دلوقتي مش عارفة تفتكروا اطلب الطلاقة صباح الخيوة صباح امور انت كنت فين مبارح انمت فين مفيش كنت مندقى شوية ورحت عادت عندي كريم بعد كده انمت في الوضع الثاني يعني لسه مخصبه لا انا مش مخصميك ولا حاج انت اللي متغيرة معي بعليك فترة دي احلام دايقاني انا مش متغيرة ولا حاجة وعلى العموم انا اسفل وكنت دايقتك في حاجة دايحة تلقى انا لسفل ايقال 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 انت اللي باقشن هشتري حاجة للمقتر محرق على بلل قدر ايقال اصح او من شو رهي حفه اش ازاليشان والله يهو طيب وبحس انه بيحبيني بس انا مش حسان اعمل ايه المفاجأة دي كريم انت ما بتردش ليه كنت نايم حد الساعة 4 العصر انا امت متأخر في طبيعة صحة متأخر توقفة ليه تعالي تفضلي خد الباب معاك هو انا منظري بحش قوي كده لا خالص ليه بتقولي كده حس اني بطردك يا كريم بصلك انا مش كده انا فعلا قلقت عليك وانت كمان طول يوم اردتش علي ايه كان لازم اجد تطمن بنفسي تمام تخليهاش قاسبه كريم انا بحبك تحبي تشربي حاجة؟ بقولك بحبك تقولي تشربي حاجة؟ ما انا مش هارفة اقولك بحبك وانا مش بحبك انا قلتلك ان انا اي لايكيو وزي ما قلتلك انبارح تخلي الحاجات تاخد وقتها حاضر انا اسف بس والله يا كريم انا مش بعرف عامل كنترول على مشاعري اللي بحسه بقوله على طول وعارفة ان دي حاجة مضايقك مني ويمكن كمان بتقول عليا هبلة ولا عبيطة بس والله يا كريم كل اللي انا عايزة فرصة اديني فرصة وانا هخليك تحبيني نادا انت بنت موزة وانا معجب بيك وانا اللي جيت كلمتك من الاول صح؟ ام بس انا عايزك تديني وقت ان انا حس ان انت وحشتيني وان انا عايزة كلمك مش اكتر بصدك ايه؟ انا كابس على نفسك مثلا؟ ولا بقى وجودي هنا مضايقك؟ لا خالص بقولك ايه دي كده وفكي احنا نطلب اكل ونقعد متفرج لنا على فيلم ايه رأيك؟ موافق انا بقيت بقيت انا بقيت بقيت انا بقيت بقيت انا بقيت بقيت كل شي عشان ما كنا بتقدر تشتريها بفلوسة ممتوح ابن وذالي الكبير اللي فلوس ما تتعدش يتجوز بنت غلبانة وياتيما زي الحميدة ليه هدي مزاك بلا حيوصل بقيت هدي مش ممكن تهم بقيت بقيت باجهب هم سباح الخير يا كيمو الخير يا دعاية عاملة ايه؟ طمام بالحمد لله اسمها تعديت عليك كانت عايزاك اوكي طاعم لعليها بقى هبقى عدي علي اوكي قولك بهاكي قهوة على فوق اوكي طاعم صباح الخير يا حبيبي يا رب تكون مبسطة مبارح وما كنتش تقيل عليك صباح الخير يا اسمك صباح المور يا كريم انا بس كنت محتاجة منك انك تبعتلي التعذيرات الجديدة اللي انت عملتها لان الكلاينج بيقولي انك انت عملت التعذيرات وانت مبعتها ليش اصلا فبليز ابعتها لي طب ممكن اه؟ اه اه طبعا تفضل سوري انا قاسف ان انا مردتش على واتساب مبارح لا لا طبعا قاسف على ايه انا اصلا بعتها لك في وقت متأخر مكنش مفروض ان انا عمل كده ابعتلي بس التعذيرات بسرعة ممكن بس انا مردتش مش عشان كان لوقت متأخر عشان زياد كان موجود وفيها ايه يعني وانا بعتلك ايه؟ يعني كده ينفع ارد قدام؟ لا تم مردتش تاني يوم ليه كنت خايف موقعي اللي بيحصل بالزبط مش عارف انا 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 دماغي كلها هتشقليبت كده و انا مش على قد ما الوضوع بسيتني على قد ما هو تعبني انا كمان حاسة ان انا يعني و ازي ده حصل؟ انا اسمها تحسس بالشعور قوي قوي نحياتك مش عارف اعمل ايه بصراحة مش عارف سيطر على نفسي مش عارف ما بطل افكر فيك انا المفروض اعمل ايه دلوقتي انا كمان لما قلتلك مبارح ان انا مش بحب زياد و كنتش بقول كلامه خلاص انا فعلا حاولت احبه كتير بس ما عرفتش مش قادرة مش حساه انا بقلي كتير جدا مع زياد و ما حسيتش معي ولا لحظة واحدة ان اللي حسيتها معيك انا كمان عملي ما حسيت ان انا ممكن احب حد بالطريقة دي انا عارف اللي انا هقوله ممكن يبقى كليشي بس اولي كنت اتخيل ان انا ممكن احب واحدة من نظرة عينيه بس ده يودينا لفين انا خايف انا مقدرش على وضع زي ده احنا مش هنقدر نعمل اكتر من اللي احنا نعمل لها دلوقتي زياد ده اخويه و صاحبي انا قصة مش قادر استوعب ان انا فكرت او حتى حسيت بالحسيس اللي انا حسيت بيها دي فانا شايف احسن حاجة ان احنا نقفل على الموضوع و ما نتكلمش فيه اكتر من كده و نوقف نفسنا لحد كده انت في حالة صح صح احنا لازم نعمل كده احنا لازم نعمل كده يا معلم اكسم بالله لو ما جيت بزعلة والله العظيمة هزعل منك مطرقش بقى يا ابن ان روحت عبد وباشا و جبت كوارع و عكاوي و ريلا مطينا بتين اكيد مش اكل الاكل ده الواحدي يعني لا 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 ما فاقش ما فاقش يلا مستنيك والله العظيم مستنيك انا يلا حبيبي انا باي باي هيجي؟ اه جاي طبعا بقولك الاكل هيجي دلوقتي خشي بقى المطبخ و حطي التطش بتاعك و انا هخشي اخدوش بسرعة انت مش بتقول جاي دلوقتي هتخشت اخدوش دوشي في السريع كده لو جي و انا جوا دخلي اللي منك هم؟ این توقف انا بلا short ابر عن nuts انا لصف هم شوش اشهر انا هم شوش موسيقى زي كترين كويس وما الزيات فين؟ بياخدوش تفضل أقسم بالله حاولت مجيش أشهر داية وهيجي لك تشرب حاجة؟ لا تمام تفضل محاطة أمك تريم خد أخي موسيقى مش قادر والله ما قادر عزيزو عزيزو لا موسيقى 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 أقول لك بعدنا ما ناكل نلعب بلاي ستيشن لا لا مش قادر ان نارتنا طب بلش بلاي ستيشن كلم بنا دا شوفها فين آخر مرة قلت لنا بتعرف تلعب ترنيب تعالنا نلعب بولا كده لا يا عم ترنيب إيه لازم أروح عندنا مكرة هشغل بدري أقول ليا بص أنا شايفة إن إحنا لسا بدري فعلا كلمة خليها زي نفسي قوي رعب كتشين قصر كلام مديرك بقى ألا أقدر كل يالك ماشي تي بتحبي كريم؟ أه طبعا بحبه قوي غريبة مع إنكم متعرفوش بعض من زمان مم كريم أنا حبيته بسرعة مش عارفة إزاي بس أصلا هو رجل قوي وتقيل ده مخفيف جدا يعني أموره ابن ناس عارفة أنا لقيت في حاجات ما لقيتهايش قبل كده أصلا بيني وبيني كان عامة قرصت وإنتي بقى حاسة إنو بيحبك؟ طبعا بيحبني ده بيكلمني في ليم ولا عشرين مرة لا ده كده بقى بيعشائك مش بيحبك بس الحمد لله بس برضه يعني أنا أتحب يعني أوه طبعا أنت حلوة زي الأمر يلا بينا انزل أصلا انزل ها؟ لا خدها دي بس حبيبي بس 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 بكل إيش بلايه بقى قوي ها؟ تقار عليهم إحنا قوي آه قوي بصراحة واضح أن انتو بتلعبوا كتير قوي مع بعض وحافظين بعض يعني ما مع بعض دي حجيات أوكي دي حجياتك طب أنا أولك على حاجة نعمل حاجة فير أنت تلعب مع اسمت ونعلع مع نادة ماشي تمام اسمت الحق آه صح اسمت الحق وليه اسمت؟ تعالي بقى أولك على شوات حاجات كان نتفق عليها لا ما تبصيش غير النظام بتاعنا أغير دي الزكيش ها؟ يلا بينا؟ يلا يلا ما يبيع اسمت؟ بصي بقى لولاتيني بخبط على آخر الكارت يبقى أنا عايز إكتبطعي ماشي لولاتيني باعمل كده يبقى أنا معاي لونج في الأرض مركزي معاي مركزة هون؟ إيه؟ وإحنا مش هنتفق على حية؟ بصي، لما بصيلي، يعني جمد قوي كده، يبقى معايا هارت أوكي ولما هلعفشو عليك كده مثلاً، يبقى نزلي الأطوة، أوكي؟ ميش اتفقنا اتفقنا خلاص، يلا طب يلا، يلا يلا هل عايزين نقطع حهم؟ هايحصل هتشوفوا حاجة دانية خالص جامدين إنتوا بقى؟ ها؟ هنشوف، هنشوف لا، 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 لا ها؟ يا اسمي دي، يا عمي لا بد أن نقتراً كهرباً يا عمي لا اخترباً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانجيتنا في يوم تنادينا بس بقى يا زياد بقى انا عايزة افهم في ايه بالضبط انا مقصر معاكو في حاجة جبعان صهر ومصهاركو شرب ومشربكو على حسابي كمان عيد ميلاد ولقطة ودلع اخر دلع لا بجد يا جدعان هو في ايه انتوا بيعيني كده ليه انا عايزة افهم بس هي فين المشكلة المشكلة اسمت ان انا مش فاهم هي فين المشكلة وانت كمان يا كريم انت اول ما جيتها انا اتفقلت بيك قلت هنقصر بيك الدنيا ايه اللي حصل؟ قلبت بطة بلديك كده ليه؟ لا هو الموضوع مش كده يا صدقني يا مستر صادق بس الموبايل الجديد ده 7M فيه عيوب من ايلا بستين ايلا هي مش عيوب بس هو مفوش اوبشنز اصلا فعشان اقنع عن كلينت ان هو يسيب الموبايلات الحلوة اللي موجودة في السوق ويشتري الموبايل بتاعنا محتاجة بس شوية وقت وتكتكة كده مش اكتر جريبة جدا ده انا بحسب ان انت واسمت قدمتوا حاجة وزينا بهاية لما عطلها لكم اولا اسمت دي حبيبتي طبعا ثانيا كريم اي حاجة يقول انا مشيها له من غير كلامه والله لحبيب قلبي ده ده حب بقى ايه عدوسة فيه ايه؟ يا بوس ايدك ما توديناش في دهية اوه مستر صادق مش هيرتح غير لما اتطلق ان شاء الله لا بس انا عازفهم حاجة بس اوه الموضوع بقى ماشى عندنا في الشركة هنا بالحب يا سيدي بهذر والله هتزهروا انتو كده فضلوا هتزهروا لغاية لما انا ترفض ان شاء الله اكيه؟ عموما نشوف خليني اعود مع كريم واشوفي ايه في دماغه ونزبط الدنيا مع بعض طيب هستأزل علي راح فيين يا بنتي لا خلاص ما زينة بقيلة هتغط مع كريم ويزبطوا الحاجات مع بعض انا بس عندي شغل في المكتب هروح اعمل انا ازبطك ايه زيالتو ليه؟ مش عارف انا باش نقص جنوني راح اشوف في ايه ايه يا عمودة في ايه؟ مالها دي؟ ما فيش حاجة انتم كبرين الموضوع ليه؟ عادي انت شايف ان ما فيش حاجة يعني؟ عموما انا شايف حاجة تانية خالص بس تمام يعني يا بقى عهده وكاني مش موجودة لو هي تدوس الكريم وتقوله احنا هنبقى نشوف مع بعض يا كريم ده على اساس انها مش مديرت الدبارتمنت يعني؟ معك حاجة تعرفت ايه دي بقى؟ بس على فكرة انا ما حسيتهاش كده خلص انا حسيت انها بتتكلم ان انت وكريم واحد بس بس انا وكريم مش واحد وبعدها هي اوصا ببين قوي انها ما بتحبنيش وانا مش فاهم ايه السبب انها ما تحبنيش يعني ما عملت لهاش اي حاجة طول عمري ده غير طبعا انها هاتون ما هيقعدة عمالت عكس في كريم فيش واحدة متجوزة بتعمل التصرفات دي اسمت بتهزر وكان واضح جدا انها بتهزر وبقابل ما اتعكسه حتى انت ايه لي دائق في كده؟ ايه لي دائقني في ايه؟ يعني هيكون غيرانة عليه مثلا انا بس ما بحب الشتارية دي في الشغل طيب اوكي خلاص حصل خير حصل خير اوكي؟ انا عايز افهم بقى ايه موضوع زينب ده بالزبط هو ايه هو اللي موضوع زينب؟ بص يا كريم انا عارفة ان احنا اتفقنا ان احنا نقفل الموضوع ده خالص وكل اللي حسينا بجي ننسي مش كده؟ اه طيب زياد طبعا مش فاهم حاجة وطول الوقت يضغط عليك انك تيجي وانا بصراحة زي حاجة انا مش عايزها طبق انا هعمل ايه طيب؟ ما انت عارفة زياد وزنه وبعدين ثانية واحدة ايه علاقة ده؟ وموضوع زينب؟ لأ موضوع زينب بقى حاجة تانية خالص اللي طول الوقت شايفك امر وعملت دلع فيك قدامي لأ ونادى اللي انت تلعت فجأة بتحبها وبتكلمها في اليوم عشرين مرة منين جبتي كلام ده؟ هي قالتلي جدا هي قالتلي كده؟ ايوه هي قالتلي جدا ليه مش هي اللي جايبه لك الورد؟ اه هي طيب لو ما انت بتحبها عملت معي كده ليه؟ ليه خلتني حس بحاجات انت اصلا مش حاسس بيها؟ والله العظيمة كل اللي هي قالتو ده كدب انا مش كلتي معي ان ده انا مش حاسس بيها خالص وبانا فضلها معظم هلوقت بس هي اكيد مش عايزة تحسسك بدن انا اصلا مش فاهم اقلي خليك توعجب باتنين اصلا مش شكل بعض خالص يعني هي شكل وانا شكل تاني خالص ولا انت وانسا ما كنتش معجب بيها؟ لا يا اسمي انا مش معجب بيك يا اسمي انا بحبك بحبك يا اسمي انا كمان بحبك اشتركوا في القناة